الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عدنا بفضل الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين أعود إلى رقم ستة مرة ثانية وعايز نركز معه أنا بنزله في الحلقة دي بالعامية بعض شوي ليه؟ على أساس أوصلك المعلومة أو أوصلك المعلومة بأيصر ما يكون قلنا المجرم رقم ستة الو مين؟ حسين بن تمين حسين بن تمين ده قلنا ده مجرم حسين بن تمين خلاص أعيز والعياذ بالله يشفي قلبه الميت بهلكة آل البيت قلنا إن الضمأ نال من آل البيت ما نال ولذلك قلنا إن الحسين رضي الله عنه أرضاه لما أتى بكف من ماء حتى يشربه لأن العطش بلغ منه منتهى فصوب إليه سهما وضربه في حنكه الرواية ليست في فامي في حنكه أم جاي كده؟ يعني خلاص المنشن اللي هو القناص اللي بيستأسد على ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم يعطيه بالسهم السهم يدخل حنك الحسين يعني فيه الحسين السهم لما دخل خلاص رشأ في حنك الحسين لما دخل السهم في حنك الحسين أم الحسين أمسك بالسهم ثم خلعه يعني يمسك به كده يعني ألع السهم ففار الدم في حنك الحسين بنزيف فار الدم ما هو سهم يا جدعان ده سهم ودخل جوه اللحب في الحنك لما خلعه فار الدم أم الحسين عامل إيديه كده ضم الإيد اليمين على الشبل كده والدم يفضل يسيل يسيل في إيدان الحسين فام الحسين رفع إيده بالدم كده وَأَمْ دَاعِي أَلْا niños مَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاَقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تَذَرْ عَلَا الْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَدًا تسيب شوه لا واحد من دول يا رب تسيب شوه لا واحد من دول اللهم مَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاَقْتُلْهُمْ بَدَدًا وفعلا استجيب الدعاء وشق الدعاء سائر الأجواء من سماء إلى سماء حتى استجاب رب الأرض والسماء إيه اللي حصل لما اشتل دم وأمدع عليه الله أصدقى حتى في راسله بطل ومنتصر ومشى بعد قتل الحسين فما مكث إلا يسيرا أيام يا جدعان أيام حتى صلت الله عليه الضمأ إنت روح تتمنع المية عن الحسين وتموته عدشان تفضل جزء من جنس العمل صلت الله عليه الضمأ يلوم اسقوني يجيب له المية ما فيش اسقوني قتلني الضمأ يجيب له مية مثلجة ما فيش يبردوله المية ما فيش ألا يجيب له لبن ما فيش لبن بارد ويثلجو ما فيش يخلطونه اللبن البارد بالمية الباردة على بعض خد يشرب يقولون اسقوني قتلكم الله قتلني الضمأ يفضل يقول اسقوني 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 حتى انتفخت بطنه ثم انقدت انقداد البعير خيلوا بقى اشرب وبعدين عشان بقى انت اللي تفعلها في ابن رسول الله انت اللي تمنع المية اللي بيذهب الى الكلب والخنزير ما حدش يمنعهم عن ابن بعن ابن بنت رسول الله قال وبعدين خلاص اشرب بقى وبندع عليك اشرب الجزاء من جنس العمل لو اسقوني هتشرب ايه بقى هتشرب ايه الا المر وبعدين اسقوه من كل الانواع ما فيش لابن وغاية اللي زادة ما كانش يشرب اللي زادة كان ياخد بالجزمة لغاية ما ينتهي المهم فضل يشرب 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 وبعدين لو اسقوني قتلني الضمأ حتى انقد بطنه انقداد البعير الجلد بتاع بطنه كده تقطع الشد لما تقطع يتمزك ثم هلك ومات والجزاء من جنس العمل وقد استجاب الله دعاء الحسين اللي بعد منه رقم ثمانية ده المجرم ده البهيمة اللي بسموه البهيمة ده على فكرة حتى في ترجمة اسمه البهيمة كان يطلق عليه بهيمة اللي هو مين شمر ابن ذي الجوشن شمر ابن ذي الجوشن ده البهيمة لبرص والعياذ بلاهم كتبوا عنه ذلك لانه كان يعرف بذلك شمر ابن ذي الجوشن هو اللي حرض على قتل الحسين وكل ما الأولوب تقتلين مع الحسين يهيجهم على الحسين ويعجل بقتل الحسين وهو أول يعني والعياذه بالله من جرأهم على ذلك ولذلك عبدالله بن زياد حطوا في المقدمة مع القادة على اساس ده بهيمة لب يفهم ولب يعقل ونسمع ما بفهمش وهو طور طور كده شمر هذا الأبرص الذي أغرى الناس بقتل الحسين إيه اللي أتله أبو عمر قائد حرص المختار يعمل إيه راح مسك شمر وقال له تعالى إنت بقى اللي حرضت الحسين بقى مثل النملة مثل الذبابة قدامه يطلب منه العف كان ذليلا فمزقوه وقتلوه مزقوه وقتلوه قطعوه وكان الجزاء من جنس العمل بعد كده التسعة اللي هو خولي ابن يزيد الأصباح بتضم على الخاء والتسكين على الواو والكسر تحت اللام خولي وينتخل بعض خولي خولي أهي عشان تسكين الواو خولي خولي ابن يزيد الأصباح خولي ابن يزيد الأصباح ده بقى يعني رأس في الإجراء رأس في الفسق رأس في الظلم يعني حينما أقول أقول هو على أشباه من ذكرت هذا الرجل هو الذي احتز رأس الحسين عمل إيه لما انهالوا على الحسين بعد أن ضرب الحسين بسهم في حنكه وضرب على رأسه تفجر الدم من الفام ومن الرأس وتعن برمح فصار يقع ثم يحاول أن ينهط فيقع انهالوا عليه جميعا فلما سقط على الأرض الذي فصل الرأس احتزها كان خولي ابن يزيد الأصبح أنا ما بقول بقى فلان حمل رأسه غير اللي أطع الرأبة يعني في واحد احتز الرأس وفي واحد شال الرأس إلى آخره تعالوا معنا هنا نشوف ده اللي احتز الرأس يعني فصلها عن الجسم بعث إليه المختار أبا عمرة ونتقل بعض أبا عمرة اللي هو أبو عمرة دي لكن على اعتبار اللغة هنا بعث إليه أبا عمرة صاحب حرسه فكبس بيته لما رحله عن البيت ما هو اللي فصل الرأس ومشكلة ما اكتفش بكده دخل الرأس كمان يمشى في الكوفة وخرها البيت عنده كمان يعني لشان يوري مرات شفاني اللي قتلت الحسين أنا اللي جايب رأس يعني واتحابون على قتلي لا حولها ولا قوت اللي بالله المهم كبسوا على البيت فبقول لها أين زوجك فين جوزك قريت لا أدري وقمت مشور عليه مستخبي وجايب إيه قوسرة حطتها على رأسه عشان ما يبانش إنه موجود شفت اللي بيجي مثلا واحد يستخبى في البيت ويجيب حلة يجيب أروانة يجيب إيه يجيب قوسرة ويحطها عليه عشان ما يبانش كأنه حلس من أحلاس البيت شفت اللي كان عامل راجل ورح دبح الحسين اللي فصل الرأس واحتزيها وخد الرأس لغاية بيته اللي فيه بها في كوفة وعمل فيها يعني آه ده الذاكرة عامل إيه الوقت عامل وقت ده الطفل ما يعملش عملته الطفل ما يعملش عملته وامراته دلت عليه ليه قيت لا قادري معرف شوفين وقامت مشورانه ليه لأنها مقتته لأنها كرهته واحتقرته لما رأته حمل رأس الحسين وادموا في الرأس وذهب بها إلى البيت فكانت تحب الحسين رضي الله عنه وارضا فعما عرفت ابن قلبه أخذه على ذبح ابن بنت النبي وخار الرأس كمان من باب التمثيل بها كرهته جدا تمنت موته ولذلك زوجك فين لما كبسوا على البيت معرفش يلا شيلوا شيلوا خلوه على طول أمو شيلين القوسرة وأمو واخدين حملوا إلى المختار المختار لما شافوا كده في ضليعيط وينهنى وسمحني امن علي اعفو عني الله أسد علي وفي الحروب يعني على الحسين أسد والوقت تبقى قدام المختار دجاجة ايه المهم المختار اللي خدوه روحوا عندي بيت وقدام البيت حيث ان الجران تجتمعوا الناس وتشوف الآية وبعدين قالوهم انا عايزكم تقتلوه قدام البيت وبعد ما تقتلوه احرقوا جثته قدام الناس احرقوا الجثة أمام الناس خدوه وقف قدام البيت طبعا خروف الفسحة والناس جاي والجران بيجتمعها والناس وكان واخر ناصل حسين عشان الناس تتفرج عليها وبيلف به اهو انت بقى للناس كلها اتفرجت عليك حطوه وبعدين دبحوه قدام البيت وبيصرخ زي الاطفال دبحوه وقطعوه وبعدين امام مولعين في جثة الوسخة دي ولعوا فيه خلوا بالك اهو فكان الجزاء من جنس العمل واستجيبت دعوة الحسين في من ظلمه وذبح رقم تسعة مجرم اخر لكن ليس من الشيعة من اهل السنة لكنهم مجرم فاسق ظالم عمر ابن سعد ابن ابي وقاس ابوه كان يعتبر خال النبي صلى الله عليه وسلم ابوه كان صاحب الدعوة المستجابة ولذلك عمر الشقد استجيبت دعوة والده فيه ابوه كان مستجاب الدعوة قال اللهم اقتله واسل دمه لما اسال دم غلام لسعد فيه عبد كان عند سعد فعمر ابن سعد ظلم الغلام وعند يعذب فيه لما سيل دمه فامده عليه اللهم اقتله اللهم اسل دمه ولذلك عمر العام فبطل استجار بمين بعبد الله ابن جعد ابن هبير كان صديق للمختار كان صديقا للمختار ايه اللي حصل لما استجار به راح خده الامان قاله ما لم يحدث نية المختار للفاجر انه ما لم يحدث يعني انه يتبول او يتبرز من الحدث ودك نيةه انه ما اعملش حاجة يعني لكن قاعد ينقل من مكان مكان وينقل من حتة الحتة ليه كل امنيته انه رب فكان دك يسخر من هروبه ويمش هكمل دي الا في الحلقة الجاية هكمل قتلت الحسين وجزائهم ثم هبين من قتل الحسين شيعا امسنا في الحلقة القادمة فلان الوقت قد انتهى فالى ان نلتقي بكم وبكن في حلقة قادمة ان شاء الله جل وعلا فإن يقول لكم السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اشتركوا في القناة